9 سنين كمال يعني في عقدة أصد أنا كمال في استمارة انضمام كان بلعب في دوري بيبسي يمية 2013 ومن دوري بيبسي هم خدوه باستمارة انضمام حقيقة كده ولكن أنا مخدتش من كمال من النية دي حتى في سنين عمره جنيه أنا كنت بصرف كل أسبوع أديله 3400 جنيه يعني مربنا عشان يسافر في الشتاء وفي البرد بعد كده اضطر أنه هو يلجأ لجراحة أخرى من أي جات إزاي بقى كمال بعد الجراحة الأولى بدأ عصب إيده لينين يضعف صوابع دي بقى تتعبه وألم وشعطان وحرقان واحدة في واحدة في واحدة وقفت صوابع إيده خالص خدت وجلت على الدكتور عمل له رسم عصب عملت رسم عصب وكلمت الدكتور الجراح قال لي عمل لي أشعة برنين تاني عملت الأشعة برنين تاني أراد المولى عز وجل أنه يرجع الورن في نفس المكان تاني ومطلوب مني ألف في نفس اللفة تاني أحمد ابني راح النادي أكتر من مرة يا جماعة موقفكم إيه مع أحمد؟ مع كمال يا جماعة حرام عليكم يا جماعة أخوة بروح مننا حاضر صبوها الجاي لسوها لبعد حاضر والحد النهاردة ما فيش أي رد يجابي من النادي ولا أي اتصال حتى تليفونيا حتى معلشي حتى طبطب على كتف الواد ما فيش أي حاجة خالص أنا من خلال برنامج حضرتك المحترم عايز إيه حضرتك؟ حاول لحضرتك أولا أنا ما استفدتش من أي مؤسسة رياضية داخل مصر طلعت أعلنت إنها بتكفل كمال ماديا وموضوع إليك كمال عندهم إلا الكلام ولا جنيه كنت شفت لقاء لحضرتك مع أستاذ مرتضى منصور رئيس الزمالك على رأسي ما فيش تطور حصل بعد اللقاء مستشار مرتضى مشكورا كلمني مدير مكتبه وقال لي إن معاني المستشار مهتم بالقضية ومهتم بقصة ابنك سبت ابني وروحت على المستشار قابلني في مكتبه الراجل مشكورا وكلم كمال في التليفون دعمه معنويا وقال في الفيديو إن هو مستعد يدفع أي تكاليف لعمل ولكن من ساعة الحوار ما انتهى وطلقت من مكتب المستشار مرتضى منصور فيش أي تواصل نهائي ولم أنا أقول لحضرتك هوات كلام على الهواء وأي حد يطلع يواجهني لا لا ما فيش مواجهة دي مش محتاجة مواجهة أنا بس يعني بنقل الرسالة للمرتضى منصور يعني هو وعد بدا وأنا أعتقد أنه طالما وعد بأمر إنساني زي ده هو لن يتخلى عنك فأنا ممكن يكون مع مشاغل الحياة نسي لكن دي حاجة بما إنك وعدت يا أستاذ مرتضى أتمنى أن تحل أن أمير مرتضى منصور نفسه كان معنا في مدخلة وقت ما كان كمال نفسه معنا فهو قال إن هو هيحاول أنه يساعد فأعتقد أنه النية موجودة لكن قد يكون تحقيق النية أمر محتاج بس إسراع فأتمنى من أستاذ مرتضى منصور أن يعني ينفذ ما وعد به وربنا يجعله في مدد حسنية عشان ندي المستشار المرتضى حقه مستشار المرتضى مشكوراً ربنا بارك فيه أنا طلبت منه قلت له كل الأطباء قالوا لي عاوزين الولد يكمل علاج في المركز الطب العالمي تمام ليه عشان إمكانيات المركز إمكانيات المركز عالية الأجهزة وتقنيات حديثة جداً هو ده المكان بفضل الله هو الأمور العمار بها دي الله ونعمة بالله ولكن عشان أنا كأب أحس أنه ما أصرتش ما أصرتش فمشكوراً على المستشار قال عندنا قيادة عسكرية محترمة فريق محمد زكي راجل محترم هنكتب طلب وحدعمه وحروح بنفسي أوديه للفريق محمد زكي وإن شاء الله هو مش هرفوط طلبنا وحرف الطلبة هم بزاعدوا في الأمور الإنسانية دي إلى هذه اللحظة ما اتصلش بي أحد من أي جهة تمام هل وزارة الرياضة في أي تواصل تم معهم؟ فندم وزارة شاب الرياضة نهائياً وكأنها خارج جمهورية مصر هل اتحاد الكرة حصل تواصل منهم؟ كلمني يا فندم الأستاذ جمال علام كلمت كلمني رئيس الاتحاد شخصية تمام قال لك إيه؟ وقال لي إيه حكاية كمال وصفت له الحكاية وقلت له الحكاية قال لي تابديني ساعة حكلمك كلمني بعدها بعد الساعة دكتور إيهاب الكومي تمام قال لي إحنا عاوزين نعمل حاجة كمان وعاوزين ندعم كمان ولكن إحنا ما نديش حد فلوس في إيده إحنا حندفع تمام العلاج العلاج بالفواتير تمام فيه العملية المستشفى المانيال بياخد جزء من تكاليف العملية اللي هي الإقامة والتمريض أما الجزء الأكبر في العملية من الإشاعات والفلوس والحاجات دي أنا بتفحن نجيبي برة للطبيب والطبيب مش حايديني إثبات النقات ما بيدوش حلو؟ ربما ما بيدوش تطلب منه ولك لا أنا ما بطلعش حاجات من دي يا فندم طلع الدكتور إيهاب الكومي في التلفزيون في برنامجه وقال إن اتحاد الكرة المصري لتتكفل بعملية كمال رضو سؤال صغير أين هو التكفل كمال خلص الجراحة الدكتور إيهاب